الساعة للوقت تسعة مع موجز الأنباء مع ليندا تفضل يا ليندا شكرا منها التسعة بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعادت إلى مطار القاهرة الدولي الطائرة المصرية القادمة من رومانيا وعلى متنها 181 مصريا عائدين من أوكرانيا بسبب العملية العسكرية الروسية واستتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتسهيل إجراءات وصولهم أيضا يأتي ذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة طلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الرئيس الروسي شن حربا متعمدة على أوكرانيا ورفض فرص الدبلوماسية معتقدا أن الغرب لن يرد وخلال خطاب عن حالة الاتحاد الذي ألقى في الكونغرس أكد أن بلاده ستقف مع الشعب الأوكراني موضحا أن الولايات المتحدة وحلفائها سيفرضون عقوبات قاسية على روسيا وأضاف بايدن أن بلاده ستنضم إلى خلفائها لإغلاق الأجواء الأمريكية أمام الطائرات الروسية وأوضح الرئيس الأمريكي أن بوتن رفض الحل الدبلوماسي وحاول إيجاد ذرائع لحربه مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تدخل في صراع مع القوات الروسية في أوكرانيا ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤول أوكراني أن ما لا يقل عن 21 شخصا قتل وأصيب 112 آخرون في قصف على مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا من جهته أعلن الجيش الأوكراني أن قوات روسيا محمولة جوا نفذت إنزالا في مدينة خاركيف شرق أوكرانيا ثاني أكبر مدن البلاد وأوضح الجيش الأوكراني أن قواته تخل قتالا ضاريا مع القوات الروسية خاصة قرب مستشفى عسكري بالمدينة ويأتي الإعلان عن هذا الإنزال في اليوم السابع للعملية العسكرية الروسية والذي بدأ في الرابع والعشرين من فبراير الماضي يعقد الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرو جلسة لمجلس الدفاع صباح اليوم مخصصة لأوكرانيا هي الثالثة منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا وكثف ماكرو من الاجدماعات الدبلوماسية والاتصالات الهاتفية في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق الناري في أوكرانيا أعلن مسؤولون بالاتحاد الأوروبي أن وزراء مالية الاتحاد سيناقشون اليوم التأثير الاقتصادي للحرب في أوكرانيا سعيا إلى تنصيق لتقليص تدعيات الأزمة إلى الحد الأدنى وسيركز المؤتمر الذي سيوقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة على عواقب الحرب الروسية على أوكرانيا على المستوى الوطني وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي ككل أعلن البنك الدولي أنه يحضر لتقديم مساعدة مالية طارئة إلى أوكرانيا قيمتها ثلاثة مليارات دولار بينها ثلاثمائة وخمسون مليون دولار يمكن الإفراج عنها هذا الأسبوع وفي بيان مشترك مع صندوق النقد الدولي قال البنك أن هذه الدفعة السريعة ستليها دفعة ثانية بقيمة مائتي مليون دولار ستخصص للصحة والتعليم تجاوز سعر خام برينت اليوم عتبت مائة وعشرة دولارات للبرميل بينما قفز سعر خام غرب تاكسس الوسيد بأكثر من خمسة في المائة ليصل لأكثر من مائة وثمانية دولارات للبرميل وتؤثر العقوبات المتزايدة التي تفرضها الدول الغربية على روسيا مخاوف من توقف الصدرات الروسية من النفط والغاز الأمر الذي ينعكس ارتفاعا في الأسعار وتشكل الإمدادات الروسية حوالي أربعين في المائة من حاجة الغاز الأوروبية فيما يتجه نحو مليوني وثلاثمائة ألف برميل من الخام الروسي غربا كل يوم عبر شبكة من خطوط الأنابيب أعلنت وزارة الصحة خروج 2008 متعافين من فارس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفارس إلى 415490 حالة وفي بيانها اليومي أعلنت الوزارة تسجيل 1322 حالة إيجابية جديدة و36 حالة وفاة نهاية موجزة تسانع والاستكمال باقي فقرات صباح خير يا موصر بعض الفاصل